السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإخوان كديرين صحيح لباس أتمنى الله لقاوكم في أحسن الأحوال وتكونوا مزيانين وأطلاء سعيدة إن شاء الله للجميع وأنتمنى الصحة والسلامة وكل ما تمنى والإخوان الموضوع الثاني والجزء الثاني كما قلنا على هذا اللوبان وطريقة كما تلاحظوا قدرنا جزء أول طريقة المعرفة وطريقة الصحيحة كما تعرف اللوبان كما تسمى الطاقش المغربي الحر وطريقة لتعرف المزيف الموضوع سيكون على الفوائد اللوبان وعلى الصحة الإنسان بحكم ما تعرف الإنسان هذا اللوبان مادة طبيعية وانضطرة يعني لا تبقى هذا ما ترى الإخوان الذين يأتي في السوق أو لا لكي تلقاه متواجد عند بعض الإخوان إلا والبقايا اللي خلوا هادي الناس الأمازيغ القدماء بحكم هذو كانوا تعطوا لي الأمازيغ كبيرة وان شاء الله سنزيد ونطرقوا ونعطيكم كثير من فيديو على هذه المادة أو الأمازيغ اللي خلوا هذا الخير هذا سبارك الله بحكم المغرب معروف باللوبان كما تسمى وكي تعرف على الصعيد العالم هو الطاقش المغربي والفوائد لله على الصحة بالنسبة للناس الذين تكون عندهم الضيقة يكونوا على يقين بأن هذه المادة تصور تهزمها طرف صغير إنسان عنده ضيقة أي رائحة في الدار أو في البيت كما يريد أن يكون نوعها أي بارفا يمكن أن يطيحه ويجعله الضيقة يعني يجعله الضيقة تصور هذا إخوان وخات بخرو يعني بالعكس يتشافى بهذه الرائحة لوبان أو لوبان الخارق كما نسمى عنها باركة سبحان الله وطبيعية مفيدة جدا لضغط الدم الناس الذين لديهم ضغط الدم يستعملون هذا غير الإخوان الطريقة للإستعماله تاني شيء والأغرب هي العلماء الأمازيغ العلماء الدين والحافظة القرآن كانوا يستعملوا هذا اللوبان يشربوا الماء تصور معي الإخوان كانوا يسخنوا الماء ويضعوا في هذا اللوبان كي يحاول إطلقوا المادة ويشربوها يقدروا يحفظوا القرآن هذا اللوبان لكن أنت تقول يعني ما عنده احتفائدة بالعكسة الإخوان هذا ولو كان يتعطل لأبناء وغير ما يكونش واحد الفترة مستدامة تكون واحد الفترة هذا ينمي الدكاء للإنسان عنده فوائد على الصحة كثيرة كثيرة ما نقدرش نوصف لكم ما غاديش نساليه ولهذا الإخوان هذا من الأحسن ويستحسن أن يتلقيته لوبانة حرة يعني ما تضيعوش وخايد بخروبها هذا يطرد الشياطين من المنزل هذا المباركة نشكره بثاف الناس الأمازيغ على هذه التحفة وهذه التحفة النادرة ونشكره الناس اللي دعمت هذا اللوبان بحكم الأمازيغ كانوا يلبسوا اللوبان وفترة معروفين بالفترة لم يكن يتعطون الناس القدماء لم يكن يتعطون للذهاب بالعكس كان يتعطون الفترة وهذا اللوبان وهم اللي اتطوروه ووصلوه لهذه القمة الذي راح فيه دابا وبنسبة للثمان سوف نحاول نلوح فيديو اخر ونزيد معرفة اخرى على الاتمنة الخيالية وشكو اللي يستغل هذه الفكرة هذه الاتمنة بحكم اللي عنده لا يستطيع يبيع وإذا يبيع لا يستطيع يبيع الثمان غالي ان شاء الله سوف نجعل الموضوع اخر ان شاء الله لكي تعمل الفائدة على جميع الاخوان وما يبقى يتم النصب عليهم كنشكركم بزاف الاخوان تحياتي لكم كبيرة شكرا بزاف على الدعم دي لكم والمحبة دي لكم اللي كاتبغوا للقناة ولينا كشخص كنشكركم بزاف تحنا كنبغوكم معكم اخوكم كمان من القناة الحجرة الكريمة النادرة لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة بشي وصلكم اي جديد السلام عليكم ورحمة الله